اشتركوا في القناة اليوم الاربعاء والمفروضة منذ عامين في البلاد طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الاثنين في البرلمان مشروع قانون لمكافحة الارهاب وبهذا الخصوص قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بولاند توران ان مشروع القانون المؤلف من 28 مادة يستند الى القوانين الدولية والاوروبية وانه تم عرضه على احزاب المعارضة قبل تقديمه الى البرلمان محددا للتصويت على القانون بان هناك خيارين اما ان يمرر البرلمان مشروع القانون هذا الاسبوع او في غضون 15 يوما نص القانون يقترح السماح للسلطات المحلية بتقييد تنقلات الافراد الذين يشكلون خاطرا على الامن العام او تمديد فترة توقيف المشتبه بهم وكان ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية قال انه بعد الغاية حالة الطوارئ سوف تستمر المعركة باستخدام قوانين مكافحة الارهاب ويرى مراقبون ان هذا القانون اخطر من قانون الطوارئ على البلاد حيث ان شعارهم محاربة الارهاب التي ليس لها محددات قانونية وزيادة على ذلك فان القانون المقترح لمكافحة الارهاب هو قانون ابدي بدون نهاية ولا حاجة لتمديده كل فترة شكرا